نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من مراسل الوكالات الأجنبية لمركز الإصلاح والتأهيل بدر وذلك الاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء داخله هذا وقد نظم الإصلاح والتطوير حيث أيضا تم إطلاعهم على نظم الإصلاح والتطوير المتبعة في ظل التطور الكبير في منظومة السياسة العقبية في مصر والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزا لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام إضافة إلى تجهيزات تقانية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النزلاء حننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي ونتمنى أصلاً أن تجربة مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربية بصراحة تجربة رائدة أكيد تشكر الحكومة المصرية على هذا الجمال وعلى هذا الإبداع وعلى الاهتمام بالنزلاء شفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبية وما توفره من خدمات صحية للاكتمام بكل حاجة تخص صحة المرأة شفنا أجهزة مطورة جداً تكشف عن الأمراض مختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها فده حاجة مشرفة لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكابسولة المغلقة اللي بتسمح به مرور الهواء عبر فلاتر لدخول الهواء نقي يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيداً لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة قدرت أشوفه النواردة أعتقد أنه استندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى أو ما نشاهده في الدول المتقدمة يشاهد المراسلون مفرادات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم وإسقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ما رأينا اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهلهم حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف تشافنا قد لقيه في تطوير في قد تغيير بالنسبة للنزلاء فكرة تعليم النزيل وتسقيف وتأهيل وبرأ أقرأ علشان يخرج المجتمع بشكل أفضل النهاردة شفناها في مركز تأهيل بدر حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز والتي كشفت عن مقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها قرامة المواطن رأيك ايفنا ركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة التي تعملت المواطن حاجة جديدة احنا ما كن مش متخيلين ان الدولة هتساعدنا بالطريقة دي وان هما هيقفوا جنبنا كده وان هيدونا أمل في الام اللي جاية وان هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت وان احنا نازل نبقى للأحسن دايب احنا فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجة يعني كل اللي عنده هواف حاجة بتعلم اللي في بيرسم لم ينا موهب الرسم اللي بيتطرز القرشات كل اللي انتم بتشوفو ده ده حقيق النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها والتأهيل والإصلاح فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع صورة وقعية من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي أنشأتها وزارة الداخلية ينقلها المراسلون الأجانب عبر وسائلهم الإعلامية المختلفة وذلك بعد زيارتهم لمركز الإصلاح والتأهيل بدر وهي تعبر عن منظومة السياسة العقابية الحديثة التي أنشأتها وزارة الداخلية والتي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان عبدالله بركات التلفزيون المصري